على وقع الغارات الجوية التركية شمالي سوريا تتوالى ردود الفعل الدولية الداعية إلى أكبر قدر ممكن من ضبط النفس نددت فرنسا بالغارات وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن بلادها تتفهم القلق الأمني لتركيا في مواجهة ما تعتبره إرهابا ولكن ليس بهذا النوع من الوسائل والطرق على حد تعبيرها ألمانيا دعت بدورها تركيا إلى التصرف وفقا لمبدأ التناسب واحترام القانون الدولي وشددت برلين على أنه يتعين على الأطراف المعنية عدم فعل شيء من شأنه أن يزيد تفاقم الوضع المتوتر بالأساس في المنطقة الولايات المتحدة من جهتها أعربت عن معارضتها الشديدة لأي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نت برايس أن واشنطن طالبت تركيا بوقف عملياتها العسكرية مثلما طالبت شركائها السوريين بعدم الذهاب نحو التصعيد بحسب برايس فإن الإدارة الأمريكية أبلغت أنقرة بقلقها الشديد من تأثير التصعيد التركي في المنطقة على الحرب ضد داعش روسيا كذلك حثت تركيا على عدم استخدام ما وصفته بالقوة المفرطة في سوريا وأكد المبعوث الروسي إلى سوريا أليكساندر نافرينياتييف أن كلكراملين يرى ضرورة البحث عن حل سلمي لهذه القضية الكردية يبدو أن المخاوف الدولية من التصعيد في المنطقة كبيرة وخصوصا مع تلميح الرئيس رجل طيب أردوغان إلى إمكانية شن هجوم بري في أراضي الجارة السورية ضمن ما تعتبره أنقرة فأرا لمقتل أتراك بنيران كردية قادمة من الشمال السوري